يبدو أن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل لتمريره بسبب المناكفات السياسية وتراشق التهم بين الأحزاب التونسية فضلا عن الضغوطات التي يتعرض لها البرلمان التونسي من هيئات دورية هددت بقطع المساعدات المالية عن تونس التي تعاني من أزمة مالية في ظل عدم الاستقرار السياسي للبلاد كنا من أحزاب الأوائل في مطالبة بتجريم التطبيع وسبقونا بعض الزملات بالمعارضة وقد شارع البرلمان التونسي منتصف الشهر الحالي الدخول في مناقشات القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث طالبت الجبهة الشعبية بوصفها صاحبة المقترح بالموافقة على تمرير مشروع القانون بانتظار مناقشته من قبل الأطراف المعنية وسط مطالبات أحزاب بتمريره كواجب وطني على كل تونسي أنا في بالي هذه مسألة عليها إجماع وطني ما فيش تونسي معناه يستهل يتسمى تونسي إذا ما يكونش ضد التطبيع يرى مراقبون أن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فرضا على الحكومة التونسية ضغوطات اقتصادية وديبلوماسية غير مسبوقة حد التهديد بحجب المساعدات لإثناء تونس عن المضي في خيار تجريم التطبيع